يعني ممكن ما شوف سنين ضاعة خالص فامتى نبدأ اه يعني ايه لي خلي الدكتور يقول انت احسن لك تزرع او احسن لك انك تعمل تركيبات ده السؤال الفكرة كلها انه لو الاسنان يعني ما فيهاش نسبة نجاح في علاجة العصب والتركيبات عليها تبقى صعب فاحنا بنرجع لزراعة الاسنان انه خلاص دي مش الاسنان داية او الدروس دي ما عديتش نفع ومحتاجين استعدتها بحاجة زيها وبنفس الكفاءة لكن اذا كانت الاسنان تصلح لعلاجة العصب وتصلح ان احنا نعمل عليها تركيبات من غير ما نخلع يستحسن ان احنا نعمل تركيبات عداء الاسنان الطبيعية طب جميل جدا دكتور المدة بين الخلع وبين الزراعة دلوقتي انا دلوقتي انا خلاص فيه ناس تقول بعد شهرين وناس تقول بعد اربعة وناس تقول بعد ست شهور انت المعاد المناسب المعاد الافضل معاد لأ ودلوقتي كمان بنقولها ان انت تقدر تخلع وتزرع في نفس الوقت ده حقيق هو الفكرة كلها انه في الاسنان الامامية مثلا ربنا بيبقى حاطة الاسنان ديت بتحافظ على مساحة العظم اللي موجود فاحنا لو خلعنا الاسنان الامامية ديت بتفقد المساحة ديت فاحنا بنقول العيان لو انت هتخلع اسنان امامية والعظم بتاعك كويس نحط الزراعات على طول فيها ما فيهاش مشكلة لكن في العادي بنخلي الزراعات تلتأم مع العظم الفك السفلي في ثلاث شهور والفك العلوي بنحتاج من اربعة شهور لست شهور بحيث الزراعات تلتأم معها كويس جميل جدا